اشتركوا في القناة المدينة المنورة وزوارها ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عبدالله جوهر ومدير الاتصال المؤسسي في جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة حيك الله مجددا أستاذ عبدالله خلص الله حيك أو شيء الله يبارك في جهودكم وانا عارف انكم قاعدين تسوين شغل رهيب ورائع جدا من خلال ما تقدمونه انا اتذكر انه سبق في برنامج اخر العام الماضي او قبل العام الماضي حكينا عن وقف رائع جدا هذا الوقف تغيرت ملامحه اليوم احنا نقلنا تدشينه لكن اليوم اصبح مختلف تبغى لا ندخل في الثقيل ولا ندخل عن الجمعية ونعرف براحة تكثر اليوم برنامج الله يحييك الله يحييك نشكركم على الاستطافة السابقة وتحت إبراز الجهود في وقت سابق وشكرنا لجميع من ساهم ودعم سواء في جميع مشاريع الجمعية او في وقف الغسيلة الكلام ايلي ودك كاتوا داعميا بشكل عام هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلهم ايضا اتقدم بالشكر لسمو امير منطقة المدينة بنور امير فيصل بن سلمان ثابقا وسموه نائب على الدعم اللامحدود صراحة للقطاع الغير ربحي في المنطقة وللجمعية بشكل عام الاثر اللي حصل بفضل الله احنا رفعنا مستوى جودة الخدمات المقدمة لمرض الفشل الكلوي في المنطقة اصبح موجود عندنا مكان واحد يضم الى طاقة استيعابية بتصل الى 500 مريض شهريا اضفنا خدمات مساندة سواء من خلال البحث الاجتماعي وخاصينا التغفية وخاصينا العلاج ايضا في مؤشرات كبي اي موضوع بشكل عالي جدا لتقنين او لرفع مستوى الخدمة صراحة جميع المرضى اللي كانوا في فترات سابقة يغسلوا في المزودين الخدمة قبل التجهيل الوقف تغيرت حالتهم من مرحلة الى مرحلة اخرى اصبحوا في مكان واحد في منطقة واحدة بتقديم جودة وتقديم خدمة ومستوى خدمة على لمت واحد هذا الفضل الله سبحانه وتعالى الفضل القائمين بشكل عام عظيم عظيم جدا داما كل تغيرت حالتهم خلني اروح للعم عمر عطوني العم عمر حياك الله عم عمر حياك الله بسعادة الكريم اهلا وسهلا والله يتقبل منك منك صح العمال طبعا العم عمر هو احد المستفيدين من هذا الوقف اللي هو وقف حيا لغسيل الكلا عم عمر قبل شوي كان يحكي استاذ عبدالله انه تغيرت حالتهم ايش اللي صار لك احكي لي نعم الحمد لله بفضل الله طبعا قبل كذا كنا احنا احنا مزودين من خدمة آخرين يعني قبل انشاء هذه المنشأة العظيمة بتاعت جميع الحياة ويعني العلاج كان مختلف هم رغم انهم بيدعمون العلاج بس انه كان الخدمة وجود الخدمة مختلفة الآن يعني فيه تطور في المركز الجديد مكان جديد اصطاف جديد يعني فيه جوزة خدمات علاجية عالية وفيه يعني مستوى عالي من الخدمة يعني والحمد لله الآن في افضل حال نعم يعني يعني نلمس هذا يعني هذا المطول على صحتنا وعلى يعني الحمد لله الحمد لله نذكر يعني لله وسمو لعمل الحياة يعني على هذا الخدمة ونوجد الخدمات المقدمة ان شاء الله طمني عن صحتك الآن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يخير وصحة جيدة نحن على برامي راسيل الكلامي بالفترة الحمد لله الله يجمع لك من الأجر والعافية الله أمين وإياك أنا على حسب معلوماتي جبت معلومات لا تقول لي من وين جبت يا عم عمر صحني في الرياض بس جبت معلومات أنا سمعت أنك شوي كنت عاني لفترة الماضية وصحتك ما كانت جيدة اليوم لما نتحدث في برنامجنا ناس الناس ونجيب مثل هذه الشواهد ونجيبك اليوم كشاهد على هذا الوقف وهذا الخير المعطى للناس بلا مقابل أمانة أن نحفز هذا الخير دائما وأبدا ونحن نبين الخير الذي موجود هذا العطاء الذي يستحق أن نسلط الضوء عليه كنت عاني سابقا كنت معاناتك كيف كانت صحتك الحمد لله على كل حال في السابق لم تكن الحالة الصحية الآن مستقبل الحمد لله بفضل الجهود المقدمة والعلاج المجاني والرعاية يعني رعاية وما شاء الله يعني رسيل العذر مستوى وجودة عالية والحمد لله بفضل يعني من الجلسة للجلسة يحزب تحسن أفضل يعني الحمد لله من السابق يعني تتغسى ثلاث مرات في الأسبوع صح؟ نعم نعم ثلاث مرات في الأسبوع سأل الله عز وجل أن يمنع عليك بالصحة والعافية ويجعل ما أصابك تكفير ودائما وأبدا ندعي لك بالشفاء العاجل اللهم أمين وإياكم وعسى الله يحفظك يا عم عمر شكرا يا عم عمر لقبولك دعوت وسجعه بالشكر بعد شكر الله لجميع الحياة يعني سبحانه الله على تقديمهم هذه الخدمة ويعني شكر الله من قبل ومن بعد الحمد لله على كل شيء الله يسبغى عليك نعم الله يسبغى عليك صلاته شكرا شكرا عم عمر لكم الله خير شكرا عم عمر يعني عبد الله عم عمر يعني دليل على هذا التغيير اللي انتكرته بس خلينا ننوه للمستمعين الكرام اللي قاعد يسمعونا الآن عبر سيارة أو في بيوتهم عبر منصة شاهد أو عبر التطبيق ترى نقدر أنا وياكم نقدر نتشارك في الخير في تغريدة نزلوها جمعية حياة قبل لحظات ولا لا نزلتوها يا عبد الله موجودة رائع جدا هذه التغريدة يا جماعة الخير فيها حالة هذه الحالة نبغى نتعاون وياكم ونضيف لمسة حلوة على حياتنا لأن العطاء دائما للمسات رائعة جدا يلا تحكينا عن الحالة اللي غررت فيها قبل شوي دينا جميل هذه حالة مريض يعاني من الفشل الكروي طبعا المريض طبعا يحتاج شهريا إلى 13 جلسة طبعا تكلفة الجلسة الواحدة شاملة الأدوية ومستهلكات والتحليل الطبي 565 ريال فعندنا هذه كفالة الحالة سواء لأي أحد يقدر يساهم بما تجود به النفس سواء بأي مبلغ رائع جدا بالإضافة للجلسة إحنا عندنا حقناها لمدة شهر وإن شاء الله يا رب تتقفل عن طريق المستمعين بإذن الله عبد الله ومستمعين الكرام خلوني بس أقول لكم نقطة مهمة ترى المنصة موثوقة وأيضا الجمعية موثوقة لذلك هي فرصة افتح تويتر اكتب جمعية حياة الخيرية طلع عليك الحساب موثق بالذهبي وتدخل على طول مباشرة لحالة برنامج الناس للناس نبغى نتعاون صراحة أنا لأني أعرف جهد الجمعية والبرنامج دائما يؤصل لمفهوم الناس للناس لذلك نبغى نتعاون سويا ونبغى نفرح نهاية الحلقة بإنجاز هذه الحالة يا ربي عبد الله عبد الله بإذن الله أزيد عليها موجود بركود التبرع بأمان بإمكان التحقق أيضا عن طريق المركز الوطني تم تقطعها جمحي رائع جدا عبد الله خلنا أكمل معك اليوم شاب رز الخدمات التي تقدمونها في وقف حياة عدد المستفيدين يلي تحت حكي لي شوي أكثر عن عدد المستفيدين من هذا الوقف طبعا الوقف طاقة الاستيعابية لـ 500 مريض شهريا نحن في الفترة الحالية عندنا ما يقارب 213 مستفيد في بعض الحالات مكفولة بشكل كامل يعني على مدار العام وفي أيضا تقريبا حالات يتم تغطياتها بشكل مستمر وخلال المساهمات اللي موجودة طبعا في خدمات تقدم للمستفيدين بشكل عالي وحتى ذوي المستفيدين عندنا الخصائيين التغذية ومتابعة جداول الخذائية الخاصة بالمرضى عظيم 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 طيب اليوم عندكم متطوعين وعداتهم اعتقد كبيرة ما شاء الله تبارك الله في الجمعية حدثنا عن المتطوعين عندكم تسمعنا سيد عبدالله طيب البن ما يرجعنا سيد عبدالله مستمعينا راح نروح فاصل قصير وبعد نكمل معكم أجواء هذه الحلقة حياكم والله مجددا مستمعي الناس للناس الله يكتب أجركم يرفع قدركم يجعل ما تعملونه سواء في هذا الشهر الكريم أو دائما وأبدا في ميزان حسناتكم سلا يتقبل منه ومنكم صارح الأعمال مستمعي الناس للناس اليوم في حلقتنا كلنا نتحدث وما زلنا نتحدث عن جمعية حياة الخيرية وهذا الوقف الكبير والوقف المهم الوقف الإنساني ووقف حياة لغسيل الكل طبعا عن هذا الوقف أكثر طبعا نحن كان معنا وما زال معنا أستاذ عبدالله جوغر مدير اتصال مؤسف جمعية حياة الخيرية في المدينة المنورة حياك الله مجددا أستاذ عبدالله أهلا سهلا أخي خلف يا مرحبا وأيضا ينضم لنا الآن دكتور فؤاد الشعيبي وهو المشرف على تشغيل ووقف حياة للغسيل الكلوي وأيضا طبيب متطوع في عيادة مجانية للكلاء أحياك الله دكتور فؤاد يا أهلا سهلا أستاذ خلف حياكم الله دكتور يا مرحبا والله يكتب أجرك ويرفع قدر قنامين آمين يا رب للجميع إن شاء الله دكتور فؤاد بادي أذي بدأ خلينا نحكي قبل كل شيء ما الذي دفعك لهذا العمل أن تعمل بلا مقابل أن تقدم أن تعمل متطوعا في هذه الجمعية وفي عيادة مجانية لمرضى الكلاء طبعا بس للتوضيح أنا مشرف طببي وإداري على المركز وكذلك يوجد العيادة خيرية العيادة فقط هي الخيرية لاستقبال المرضى المحتاجين من سواء من جمعية حياة أو من خارج جمعية حياة نستقبله في المركز في عيادة تكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع طبعا عندنا الحمد لله بدعم كبير جدا من جمعية حياة عندنا الإمكانيات بالصراحة لمتابعة مثل هذه الحالات خاصة المرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن ما قبل الوصول إلى الفشل النهاي الذي يحتاج إلى إجراء عمليات غسيلة الكلاء للمساعدة هؤلاء المرضى في تحسين أو استقرار وضعهم الصحي وتأخير عمليات الغسيلة الكلوي لأطول فترة ممكنة في العيادة طبعا نقوم بمعاينة المريض بفحص المريض وإجراء جميع الفحوصات الطبية المخبرية تحليف فحوصات الدم عن وظائف الكلاب الذات في نفس المركز وكلها مجانا وبعد كذا توصف الوصفات المناسبة مثل هذه الحالات ويذهب المريض إلى جميع الحياة في صدرية متخصصة لصرها العلاج وفيوجد طبعا عدة نواع من المرضى في بعض المرضى يحتاج مراجعة كل شهر وفي بعض المرضى يحتاج كل ثلاثة أشهر ونقوم باستدعاءهم في أوقات مناسبة نعم دكتور فؤاد على حد علمي طبعا فؤاد دكتور فؤاد أنت استشاري كبير ومعروف بس صارت في قصة يعني أنا أنا عرفت عنها بطريقتي دكتور يعني أنت قبل شي تحدثت عن الإمكانات الكبيرة في هذا المجمع لكنك أعتقد قبل ما تنضم أنت جيت للمركز زيارة وشفت الأمور عندهم وهذا دفعك لأنك تتفرغ دكتور للعمل في يعني هذا الوقف طبعا أنت مشرف على تشغيل هذا الوقف وأنا عارف أنه هذا عمل كبير جدا يعني إضافة لعملك دكتور أنت كنت سابقا في مكان مرموق أيضا إلا أنك فضلت أنك تعمل تحت هذه المظلة الخيرية وش تدافعي دكتور طبعا صحيح أنا كنت في أحد القطاعات الصحية الحكومية المرموقة ولكن بدأت علاقتي مع جميع الحياة باستشارات لتشغيل المركز فقط كنت يعني بعض الاستشارات الفنية والطبية وفعلا وفعلا بعد ما قمت الزيارة للمركز اتفاجأت بصراحة بالتصميم اتفاجأت بالإمكانيات اتفاجأت بموقع المركز بتجهيزات المركز فوجدت أن المركز هذا لا يقل بكل أمانة لا يقل عن أي مركز موجود في القطاعات الحكومية خاصة الحكومية الكبيرة جدا فشجعني الموضوع هذا في البداية أني أرجع المدينة أنا عشت وأعمل في بداية حياتي في المدينة منورة ولها فضل كبير جدا علي خاصة مستشفى الملك فهد في وزاعة الصحة في أول 15 سنة من حياتي العملية كنت في مستشفى الملك فهد فوجدت هذه فرصة كبيرة جدا جدا للعودة للمدينة رسول الله وخدمة هؤلاء المرضى بالذات المرضى الأكثر احتياجا في العلاج والحمد لله فوجدت بيئة جدا جدا ممتازة قطاع صحي جدا مدعوم بطريقة كبيرة جدا من جمعية حياة ومن جميع الأهال المدينة ومن كثير من أهل الخير سواء داخل المدينة منورة أو خارج المدينة منورة عظيم أثر هذا العمل دكتور سوري على المقاطعة دكتور أثر هذا العطاء بلدنا شك اليوم نتحدث عن عطاء أثر على حياتك على أسرتك الصغيرة دكتور حتى حتى نفسي نفسي واجتماعي نعم وأحيانا مادي الآن بصراحة الفرق بين تجربتي السابقة وتجربتي الحالية كبير جدا كبير جدا يعني الحمد الله إحساس لا يعلمه إلا من عمل في هذا المجال عم قرب لمست البركة في وقتك طبعا البركة في الوقت والبركة حتى في الرزق الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله يعني أنا راضي جدا كل الرزق أني يمكن أختم حياتي العملية في القطاع الخيري الله هذا التصريح مهم دكتور يعني ما دفعك أنك تقول كذا إلا أنك ذقت حلاوة العطاء دكتور أكيد يسمعنا الآن العديد من المتخصصين أو الناس اللي الله حباهم موهبة أو علم ومتردد شوي يعطي وخاصة نتكلم عن الناس للناس ناس اللي ما لهم إلا الله ثم حنة وش كلمتك لهم يا دكتور ش ممكن تقول لهم في إطار هذا العمل وخاصة أنك يعني ما شاء الله عليك دكتور أنت قادر تطلع ملايين تتكلم كدكتور متخصص في الطب تقدر تشتغل بكرة تقدر تفتح مجمع تقدر تطلع فلوس لأنك فضلت العمل الخيري إذا كان هناك كلمة توجيه معين يا دكتور يسمعونا أكيد الملايين من الناس اللي بذرة العطاء عندهم بس يبغى لا تحريك شوي والله الحمد لله المجالات في كل مدن المملكة في كل القضاعات الصحية حتى الآن القضاعات الصحية الحكومية تمنح لكل الموظفين خاصة من الأطباء وقت المشاركة في الأعمال التطوعية بصورة عامة طبعا أنا أشجع كل الزملاء بصراحة أن يخصصوا جزء من وقتهم الثمين ضدا للأعمال الخيرية لأنها بصراحة كثير من الناس خاصة في مدينة مثل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاجون لخبرات بالذات الاستشاريين الذين تجاوزوا مثلا من الخبرة أكثر من 20 سنة فأتمنى أن أتمنى وأشجع كذلك كل الزملاء من الأطباء ومن غير الأطباء من الفئات الصحية الأخرى تطوع وتجربة حلاوة العمل الخيري ومساعدة مثل هؤلاء المرضى عظيم جدا دكتور الختام عندك كيف يمكن أن تلخص ما يقوم به الوقف الآن وأنت المشرف على تشغيل هذا الوقف الكبير طبعا الوقف كان بالنسبة لي أنا يمكن ذكرت الموضوع هذا كان مفاجأة جدا أني أجد جمعية خيرية تهتم بهذا الموضوع بهذا الشكل بكل التفاصيل بكل أمور التشغيلية بمؤشرات أداء سواء مؤشرات أداء إدارية أو طبية أو حتى مالية شفت بصراحة مؤسسة محوكمة بشكل كبير جدا جدا أعتقد بهذه الإمكانيات الخيرية استطاعت بصراحة أن تصنع مركز ينافس أو لا يقل جودة عن بقية مراكز رسيل الكلا المنتشرة في المملكة العربية السعودية خاصة الحكومية من كل النواحي من ناحية الكوادر الطبية من ناحية التمريض من ناحية الكوادر الصحية الأخرى الشؤون الإدارية التجهيزات على من أفضل أنواع الأجهزة الموجودة في العالم موجودة عظيم فلم يبخلوا بصراحة في دعم مثل هذه المراكز وهذا شيء مجهود يشكرون عليه بكل أمانة الحمد لله احنا خلصنا سنة كاملة ولم ولم نجد من الجمعية إلا كل دعم المرضى ما زال الطموح أعلى بكثير من الوصول ناله بعد سنة كاملة وأنا متأكد يمكن رمضان القادم أو بعد سنتين نحن نشوف مخرجات جدا جدا مميزة ومشاهدة كلمتي لهم للجميع المشاركين جزاهم الله خيرا وثابهم الأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة شكرا جزيلا لك كان هذا هو دكتور فؤاد الشعبي والمشرف على تشغيل وقف حياة للغسيل الكلوي وطبيب متطوع في عيادة مجانية للكلا شكرا جزيلا لك حيكم الله مجددا مستمعي الناس الناس أينما كنتم حيك الله سيد عبدالله جوهر وأنت مدير الاتصال مؤسس في جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة الله يحييك مجددا الله يحييك الله سهل الله يطارك فيك طب مننا عن الحالة التي أعلننا عنها في بداية الحلقة وفي منتصف الحلقة والله الآن بفضل الله يكتمر 28% من الحالة بمعدل ثلاث جلسات ونصف تقريب ما شاء الله تبارك الله من إجمالي 13 جلسة ما شاء الله إذن فرصة للمستمعين اللي اسمعونا الآن أن ندخل حساب جمعية حياة الخيرية موثق بلون الذهبي تشوفون آخر تغريدة حالة برنامج الناس للناس نبغى نتعاون ما بقي لشي بسيط من حالة ونقفلها مبلغها بسيط جدا شكرا لأهل الخير عبدالله يعني يختصدق أني أشعر أشعر أني معكم كأني معكم في الجمعية في العكس كلنا مشاركين في الخير الله يرفع قدرك لا لا أشعر أشعر بالعمل الكبير اللي أنتم جايزين تعملونه خاصة وأننا جايزين لامس هذا العمل الإنساني الكبير جدا ودكتور قبله شوي أكد على نقطة مهمة جدا على معاناة مرضى الفشل الكلوي النفسية حتى لذلك أنتم على خير عظيم خلينا أستاذ عبدالله أريد أن أكمل معك أكيد كثير من المحاور والأسئلة اللي في بالي أريد أن أسألك إياها لكن خلينا نستغل الفرصة الآن ونرحب بأستاذة سهة وهي خصائية اجتماعية بالوقف وأيضا المتطوعة هيك الله أستاذة سهة عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا أو شيء لا يكتب أجرك أستاذة سهة سعيد جدا باستضافتك أنت يعني تقابلين كثير من الحالات المستفيدة عندكم وأيضا لك دور كبير جدا خيري بلا مقابل تقدمين خدماتك في جمعية حياة الخيرية احكي لي وش كاتت تسوين دكتورة سهة أستاذة سهة أولا رحب بكم أهلا وسهلا فيكم جميعا ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله يا رب طبعا تعرف دور الخصالي اجتماعي دور مرة كبير في جميع المجالات خصوصا مع مرضى الفشل الكلوي طبعا كبداية طبعا الخصالي الخصالي الاجتماعي أول حاجة يقوم بدراسة حالة المريض طبعا بعد دراسة حالة المريض يقوم بدراسة حالة مقننة جميع المعلومات والبيانات التي تخص البريض من الناحية الاجتماعية من الناحية المادية طبعا طبعا يقوم الخصالي الاجتماعي طبعا أول حاجة بتثقيف المريض بعدد الغسلات التي يعني رح يقوم فيها هذا المريض وطبعا تهيئة المريض لهذا الشيء بعد كده طبعا أقدر اجتمع مع أهله نراقش موضوعه عظيم عظيم نعرف مثلا الحال الاجتماعية اللي هو عايش فيها طبعا من ناحية المادية ممكن مثلا نوفر له مواصلات طبعا هذا أقل واجب نقدم المرض لمرضة غسل الفشل رائع جدا سوهاء ماذا يجعلك تشتغلين هذا الشغل ماذا تدافع والله هو صراحة حب عظيم يعني حاجة ما تتخيلها ممكن ما حد يعيش الوضع إلا اللي يعني اللي يكون عايش في نفس الوضع هذا اللي هو عايش فيه طبعا حاجة مرة جميلة صعطي من قلب يعني أعجل صراحة أوصي رائع رائع سادة سوهاء خليك معنا خليك معنا سادة سوهاء برجع الآن لأستاذ عبدالله جوهر سادة عبدالله سمعنا شبه يعني قاعدين نسمع ما شاء الله تبارك الله حالات المتطوعين وإيضا المستفدين وإيضا سمعنا قبل شوي حتى المشرف على هذا الوقف بس يالت أنا ودي أسأل اليوم هل جميع الخدمات الجاسة تقدمونا تلبي الاحتياجات؟ والله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إحنا وضعنا الخدمات هذه وفق أعلى المواصفات واللي موجودة صراحة وقت منذ الإنشاء يعني إحنا كان عندنا درسنا وابع مراكز الغخيلة الكروي على مستوى المملكة بشكل عام وشوفنا المؤشرات اللي موجودة مؤشرات الكي بي آي سواء من خلال اللجنة حتى أيضا اللجنة الاستشارية اللي كانت مشرفة على على إنشاء المركز وإنشاء الوقف عفوان فبناء عليه نحطينا مؤشرات مقاربة وأفضل من اللي موجود حاليا على المستوى بشكل كامل فبفضل الله نحن نقدم وفق أعلى المواصفات المعيير وأيضا المركز والوقف ومشروع منحياء هو خاص من شريعة الجمعية وبرامج الجمعية حصل على جائزة التمييز في العمل الخيري اللي هو مشروع منحياء من جائزة التمييز في العمل الخيري في سنة 23 فهذا بفضل الله طبعا هذه الجائزة هي خاصة بالمنظمات الغير ربحية فبفضل الله مشروع منحياء ومركز الغسير يحصل على الجائزة بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا عندنا في سنة 23 جميع مشاريع الجمعية عندنا موجودة الأرقام لكن في مشروع منحياءها قريبا لفذنا 28.045 جلسة بإجمالي 2249 مستفيد طبعا أيضا كان في عندنا خدمة مضافة اللي هو برنامج اللي تطمئننا القلوب هو خاص بعقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم أثناء جلسات الغسيلة الكلوي في الوقف طبعا عندنا موصل أعلى مستفيد اللي يحفظ القرآن الكريم اللي هو 20 جزء خلال 23 هو أحد المستفيدين للجمعية طب فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء خدمات مضافة نصنع منها أثر للمستفيد رائع جدا أنا في أثناء الحلقة إن شاء الله بنشوف حتى العمل اللي تقدمونا في مسألة تحفيظ القرآن الكريم للناس اللي يغسلون وهذه القصة عجبتني بس أنا ودي أرجع لل تسمح لي سيد عبدالله تبقى معنا ودي أرجع للأستاذة سوها الأخصائية الاجتماعية سوها أنت كيف مقسمة جدولك فيما يتعلق بالتطوع طبعا هو أنا من بداية يومي معهم موجودة مع المرضى طبعا في نفس المركز ما شاء الله أي احتياجات هم من يحتاجوها من ناحية مثلا مشاكل سواء داخل المكان أو خارج المكان أو مثلا بعض المرضى يرفض مثلا أن يغسل أربعة ساعات مثلا أحيانا أو مثلا يرفض أن يجي يغسل بشكل مستمر طبعا أول حاجة ندرس الوضع نشوف إيش الأسباب اللي تمنعه مثلا ممكن يكون زي ما قلت الحضرتك إنه ممكن يكون المواصلات هي عائق له ومثلا ما يقدر فتعطونه كل يوم فتعطونه أي نوفره المواصلات طبعا اللي تخدمه نعم ممكن مثلا يكون ما هو مرتاح مثلا مع نفس الغرفة اللي هو موجود فيها نحاول نساعد نحاول نقضي يعني نوصل لأقصى حاجة هو يبغى هاخذك سيدة سوها من المركز ونذهب مباشرة الآن لبيتكم أثر هذا العمل عليك على أسرتك على حياتك الشخصية أثر هذا العطاء أنت اليوم متطوعة كيف أثير الحمد لله طبعا أنا من يوم ما بدأت في هذا المركز وأنا دائما أشكر الله الحمد لله على النعمة والصحة العافية الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله له أثر طبعا مرة كبيرة الحمد لله عندي البيت جميع متعاون الحمد لله معايا من كل النواحي وإن شاء الله نطلب الأجر من رب العباد إن شاء الله الله لا يحرمك الأجر شكرا لك أستاذ أسوها أبو سلاح وأنت خصائية اجتماعية بالوقف وأيضا متطوعة شكرا أبو سلاح شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا أستاذ عبدالله يعني العمل في الجمعية كبير جدا وإحنا لسه برضو عندنا ضيوف من الجمعية وبرضو نحن نتعرف على كثير من القصص الرائعة في الجمعية بس أطلب منك أستاذ عبدالله تبقى معنا وأيضا أطلب من أستاذ المستمعين يبقوا معنا ونحب أن أبشركم أنه راح 30% من الحالة لكن هناك فرصة الآن أنه ننقذ ونفزع لمريض فشل كلوي يحتاج إلى 13 جلسة شهرية بشكل مستمر حتى يتمكن ممارسة حياته اليومية عبر حساب جمعية حياة الخيرية في منصة تويتر أو منصة X لذلك فرصة جميلة جدا أن ندخل على حسابهم جمعية حياة الخيرية موثق باللون الذهبي وأيضا مغردين بالحالة حالة برنامج الناس للناس عبدالله ما شاء الله تبارك الله فيه صراحة فيه الناس الناس فيها خير يا سيد عبدالله أكيد الناس فيها خير بشكل عام وخصوصا في الشهر الفضيل بالإضافة لشرف المكان وشرف الزمان ومدينة سوسط الخلق صلى الله عليه وسلم الله مزح فالحمد لله إن شاء الله يعني نحب أن نقفل هذه الحالة وفي حالات كبيرة وفي حالات أكيد اللي موجودة عندنا من خلال حملة رمضان أو الحملات بشكل مستمر رائع جدا وراح أتعرف بإذن الله معاك على بقية القصص الموجودة في الجمعية وبقية خدمات الجمعية لذلك ابقى معنا سيد عبدالله مستمعينا أيضا ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا فاصل قصير ورجعي لكم حياكم الله مجددا مستمعي الناس للناس أينما كنتم سواء تستمعوا لنا عبر ثير ذاعة امبسي وتشاهدون صوت النصور عبر منصة شاهد أو أيضا حتى تشاهدوننا عبر تطبيق امبسي مود أرحب مجددا بأستاذ عبدالله جوهر ومدير الاتصال المؤسسي في جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة حيكا أستاذ عبدالله سامعنا سيد عبدالله نعم سامعكم أهلا وسهلا أهلا بك حياك الله مجددا وأيضا أرحب بسادة المستمعين كنا نتحدث عن هذه الجمعية جمعية حياة الخيرية وهذا الوقف احنا حكينا عن الوقف اليوم الحين بيك تحكي لي أكثر عن بقية الخدمات ماذا تستطيع أن تقدمهم في الجمعية جميل احنا عندنا الجمعية تقريبا تأسست في 2007 نقدم العديد من الخدمات احنا عندنا برنامج العلاج الخيري برنامج العلاج الخيري ندرش تحته عدة مشاريع عندنا مشروع أجر وعافي هو خاص بعمليات وجراحة اليوم الواحد طبعا المستفيدين من المشروع هذا تقريبا 821 مستفيد في 23 أيضا مشروع صحتي هو خاص بتأمين الأجهزة الطبية ومستلزمات الصحية الغير دوائية عندنا أيضا مشروع إبصار خاص بعمليات العيون سواء مياه بيض أو مياه زرق عندنا مشروع دوائي خاص بتوفير الأدوية للمحتاجين بالإضافة لمشروع من أحياها وعندنا طبعا العيادات الطبية المتنقلة العيادات الطبية المتنقلة تقريبا عندنا تسع عيادات طبية متنقلة فكرة هي تتجول على مدار العام في الأحياء في منطقة المدينة من أورا تكون ثلاثة سابيع من كل شهر في إحدى الأحياء الخاصة في المدينة من أورا وآخر أسبوع تكون في إحدى القرى والهجرة الخاصة في منطقة المدينة من أورا طبعا في رمضان وفي الحج تكون مسخرة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال برنامج ضيف الرحمن ضيفنا طبعا عندنا تسع عيادات كما ذكرتلك طبيب عام وعادتين طبيب عام وعادتين طبيب أسنان وعيون وإستشارية ومختبر وصاترية وأشعة وإن شاء الله قريبا عندنا عيادة أنفوذن وحنجرة طبعا عندنا أيضا برنامج للتوعية الصحية ونهدف إلى تخلال الاستراتيجية الخاصة بالجمعية للتوعية بشكل عام مثلها الفيات المستهدفة عندنا العديد من الفيات المستهدفة سواء المرضى بشكل عام بالإطافة عندنا أيضا برنامج الاستثمار التنموي برنامج الاستثمار التنموي فكرة أنه اشتضان المشاريع أو الأفكار الصحية وبلورتها بشكل كامل وتحويلها إلى أوقاف أو مؤسسات أو جمعيات مستقلة بذاتها بالإضافة للمسرع التي فيها أي جمعية عندها تعثر في جانب معين يتم شريع أعمالهم بشكل كامل طبعا شروع الاستثمار التنموي معتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع الغريب في الجمعية أنه الجمعية على مستوى المملكة تقدم الخدمات بشكل عام خلال هذا البرنامج عظيم عظيم سيد عبدالله أيضا مؤخرا صنع على الترخيص الأولي للعمل خارج المملكة العربية السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية طبعا نحن في طور تنفيذ المشاريع الخدمات الطبية التطوعية خارج يوميك العربية السعودية عن طريق مركز الملك سلمان رائع جدا بترسلون أطباء بره في الدول المحتاجة صحيح وتنفذون عمليات أيضا تسمعنا أستاذ عبدالله طيب حتى يجهز أستاذ عبدالله خلونا نروح بشرة لأستاذ فهد المغامسي وهو متطوع في تحفيظ القرآن الكريم بوقف حياة لغسيل الكل حياة كالله أستاذ فهد يا أهلا سهلا فيك يا أهلا سهلا فيك أو شيء الله يكتب جرك أنت ما شاء الله تبارك الله أنا أعرف أنه جلسة الغسيل الكلوي جلسة طول تاخذ وقت صحيح وكان كثير من المتطوعين أو عفوا كثير من اللي يغسلون كلا الله يشفيهم يا رب العالمين ربما يعانون من الطفاش تعب النفسي أثناء الانتظار حسنا صحيح فلذلك أنت تطوعت لتحفيظهم القرآن صحيح كده أنا فهم صح كده نعم صحيح بالحكاية باللي حكاية باللي حكاية الله يقل في البداية يا خي صاد لأنا أنتهي ذا الفرص هذا المنبر الناجح الذي أنتم تمثلون مبارك الله فيكم وهني خدم الحرم الشريفين ولي أهل الأمير وأمير المدينة المنورة بهذا الشهر المبارك الذي نسأل الله أن يتكرر علينا بالأمن والإيمان والتلاحم والتكاتف بما بيننا هذه الجمعية حياة لها من اسمها نصيب كبير سبحان الله لو تكلمنا فقط عن جهة واحدة من اهتماماتها لوجدنا التميز والتطور وتقديم كل ما منه منفعة المليك وللمستفيدين من هذه الجمعية المباركة مركز غير قصير الكلا كما تكلمتم سابقا عنه نعم فأضافة الجمعية إضافة جميلة جدا قد لم يفتلها كثير من المراكز للكلا وهو يعني إضافة استفادة من الوقت والزمن اللي يقضونوا المرضى في القصير حكيلي وش تتوون أربع ساعات أربع ساعات صحيح بس قل لي وش تتوون بالضبط يعني ضعني في السورة طيب الآن أشرح لك صدر يعني جعلت وقت قصيرهم يعود لهم بالنفع في الدنيا والآخرة ويخفص من وعناتهم الصحية والنفسية بحيث وضعت يعني متطوعين من مدرسي التحفيظ والمدرسات زام الله خير ليكون وقتهم عامر بذكر الله من خلال تلاث القرآن الكريم وحفظه واستماعه فكان الأثر واضح وضوح الشمس يعني ما شاء الله لقوة الله بالله يعني وجدنا من الأثر على المرضى وكما أخبر الله عزيزي وننزل من القرآن ما هو شفاء وخاصة المريض المريض الذي يقفل أول مرة تجد نفسيته يعني صعبة جدا صعبة جدا أنت متى 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 متطوع صحيح متى متطوع من سنوات يعني من أول ما بدأ المركز وقبل يبدأ أيضا المركز لما كان فيه تعاون مع مراكز أخرى ليش طيب وش الدافع عندك سيد فهد والله الدافع أنه تعرف يعني الأجر الله يكتب يترك في تلاوة القرآن وهو أيضا يعني القرآن الكريم كما تعلم ولا أخفى على علمك إنه أفضل ذكر صحيح بشكل مختصر أثر هذا العطاء على نفسك وعلى حياتك وعلى أسرتك والله بفضل الله عز وجل البركة حال لا يكون شيء بفضل الله في التعامل أصلا في العمل في هذه الجمعية وفي أي عمل خيري يجد الواحد سبحان الله العكاس على نفسه وأولاده وغاله وموته قل آمين قل آمين آمين الله لا يحرمك الأجر آمين نحسى الله ولا يحرم المستمعين الأجر شكرا أستاذ فهد أنا أهيب بكل مراكز غسيلة الكلاب أن يحذو حذو جمعية في إشغال وقت المغسل بما يعود عليه بالشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء صحيح وأنا أثني على كلامك بعض المرضى وصل بفضل الله إلى 23 جزء حفظا إن شاء الله تبارك الله الله يكتب لكم الأجر من خلال استغلال أربع ساعة التي انسكتها في الغسيلة الله يكتب لكم الأجر ويرفع قدرك شكرا لك أستاذ فهد المغامسي متطوع في تحفيظ قرآن الكريم بوقف حياة لغسيلة الكلاب نعود مجددا لأستاذ عبد الله جوهر مدير أتصال مؤسف جمعية حياة الخيرية بالمدينة منورة أستاذ عبد الله الكلمة الأخيرة عندك اليوم نحن كنا محظوظين في هذه الحلقة نتقلب بين هذه القصص الإنسانية وهذه الخدمات الإنسانية المقدمة ضمن ما تقدم جمعية حياة الخيرية بالمدينة منورة فالكلمة الأخيرة لك طال عمرك الله يساعدك صراحة أنا أشكركم على إعطائنا الفرصة لإبراز هذه الخدمات التي نقدمها للمستفدين في منطقة المدينة منورة بشكل عام وتقدم صراحة أن شكر اللذي لكل من ساهم أو سيساهم في برامج ومشاريعها الجمعية لاستمرار العطاء واستمرار الأثر وبهذا الفرصة أن تهزل الشكر الجزيل صراحة لمجلس الإدارة بلئاسة دكتور عبد الحميد شحات والإدارة التنفيذية بلئاسة أو بإدارة المدير التنفيذي استاذ طارق دقاق على كل الجهود المبذولة في إنجاح هذا الشيء أدعو جميع من يرغب بالخير في شهر رمضان مبارك بالخلال الحملة الموجودة عن طريق حسابات السوشيال ميديا الخاصة بالجمعية وأيضا أتقدم بشكر لجميع من ساهمه داعم شكرا جزيلا لك سيد عبدالله جوهر مدير إتصال مؤسف جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة وأذكر المستمعين تقدرون تساهمون مع الجمعية في التبرع من خلال الحالة المقدمة الآن في منصة X اللي نشرتها جمعية حياة الخيرية ختاما إن أخرف الخالفة توجه بشكري وتقديري وأمتناني أيضا لكل الخيرين الذي نجدت أيديهم الخيرية أو أيديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمة بالبدل والعطاء لإخوانهم المحتاجين أعمالكم الإنسانية دليل على أن هناك قلوب ما زالت تنبض بالخير شكرا لكم يا أصحاب الأيدي البيضاء التي تفيضوا بالخير وتزرعوا الابتسامة نلتقيكم بإذن الله في حلقة الغد في أمان الله